خطأ طبي في عملية تغيير مسار معيدة لمرأة شابة حيث انتهت بموتها سريريا لتسجل حادثة أرعبت المواطنين وأضعفت ثقة المريض بالكوادر الطبية لتدرجة مع حالات مماثلة ضحيتها كوادر طبية غير متخصصة وخبرة غير كافية أجرت لها عملية تغيير مسار سوالها عملية فقامت يوم عن يوم سرعتها مضاعفات بقى ستة أيام كلما قال الدكتور حالتها جيدة جيدة حالتها آخر شي نقلتها المستشفى الحسيني جاني وراء ثاني يوم قال لي يا با هاي زوجتك لازم نجري لها العملية عقوب ما أخذها لها مفرس فصعتها عمليات الآن صادفت ما موجود يعني أنه بالمستشفى بس ما موجود يمها دزع لي للعمليات رحت قال لي لازم توقع لنزوجتك هاي لازم أسوي لها عملية ثانية لأن العملية الأولى الظاهر يعني أنه قال أتى صار السوائل أو مصران مزدود عده قلت لدكتور ما معقوله قال ما هذه مشكلتك إذا ما سويت العملية مرتك تموت خلال نص ساعة تموت على مسؤوليتك فأجر العملية من سوالها عملية خلّه النفوز قال لي قال لي يا با مرتك جيدة هاي رح يطلعوك يا سينطوك ياها رأسا طلعوها للعناية المركزة ميتة سريريا يعني بطلق النفس غير النفس ماكو فاقدة الوعي عملية أولى فشلت بها الكوادر الصحية في القطاعات الأهلية لأحدى المستشفيات حتى ازداد الأمر سوءا أمروا بنقرها إلى مستشفى حكومي وإجراء عملية أخرى لينتهي بها الأمر بموتها ومفارقتها الحياة كما فارق الطبيب مكان عمله واختفى منذ الحادثة ساعة بالخمسة الصبح سمعت الصياح يا با شكوا قال لي ما أقصي حجي لا تخاف هاي بيتك موجودة صاري قلت جيت لقيتها بنتها يا بيتك ميتها بس اللعجة وعطي لها لنهاية زينب قلت لي شنهاية انت مو مظلمة وقلت ما بيها شي قال حجي لا صيح عليك أنا ما لي علاقة دكتور موجودة روحها شي قلت له وين هو الدكتور قال ولي طلع قلت له وين الأوراق قال حجي ماكو لم تنتهي هذه الجرائم فهي تقتل بصمت ورداء أبيض اللون وتختفي كشبح لا يمكن لك أن تراه ليبقى كابوس الأخطاء الطبية أول هم يفكر به المواطن في المستشفيات العامة والخاصة من كربلا جاسم الهميم التغيير اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر